على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك الا انه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الابيض العديد من الانتصارات والبطولات ليكون واحدا من ابرز لاعب الكرة الفلسطينية في تاريخ الدور المصري هو هداف الزمالك السابق مصطفى نجم ويحتفل مصطفى نجم اليوم الرابع والعشرين من فبراير بعيد ميلاده السابع والخمسين حيث ولد في ذلك اليوم من عام 1966 مصطفى نجم اسم على مسمى فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار ثلاثة مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي تسعين وثلاثة وتسعين وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري في مرتين فضلا عن لقب افريقيا للاندية ابطال الدوري مصطفى نجم طرق ابواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن العشرين عاما قبل ان يخطف انظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة خمسة عشر هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الاهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدوري الاول للدوري الممتاز موسم 1992-1993 حيث حفر الهداف الفلسطين اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الاجانب المسجلين في الدرب القاهري وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزالة حيث تولى تدريب عدة اندية فلسطينية ابرزها الصداقة والهلال واهل غزة بالاضافة الى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بناد الزمالك على مدار سنوات عديدة جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بان مصطفى نجم لاعبا اجنبيا او غريبا على قلعة ميت عقبة فاعتبرته واحدا من ابناء النادي الذين تربوا بين جدرانه واحد انجب تلاميذ الخط الامامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى انصار النادي الملكي اشتركوا في القناة